وموضوع السيارات حيث بدأت شركة مرسيدس بانز اختبار تضمين الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي داخل بعض سيارتها وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت المالكة لهذا النظام حسب الشركة الألمانية فإن البرنامج يتوافق مع 900 ألف سيارة تحتوي على أنظمة متوافقة تابعة لها ويحمل عبر الأنترنت بعد أن يختار السائقون الاشتراك عبر التطبيق أو تطبيق مرسيدس أو عن طريق الأوامر الصوتية عملاق الصناعة السيارات الألمانية أوضح أن الاختبار سيستمر ثلاثة أشهر سترى خلالها كيف يستخدم السائقون التقنية كما أكدت أن شات جي بي تي سيجعل إجابات نظام السيارة تبدو طبيعية أكثر وستسمح للسائقين بطلب معلومات الوجهة أو استفسارات أخرى وسمحت شركة صناعة السيارات سابقا للسائقين والركاب بإصدار مجموعة من الطلبات عن طريق الصوت مثل تشغيل سخانات المقاعد ويعتقد أن سفقة شات جي بي تي تفيد عملاقة تكنولوجيا مايكروسوفت حيث عملت شركة أمازون المنافسة منذ مدة طويلة على تثبيت مساعدتها السوتي أقول أليكسا في المزيد من السيارات والآن يأتي رد مايكروسوفت عليها من خلال استثمارها الهائل في شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي الناشئة أوبن اي اي صاحبة شات جي بي تي وفي منشور منفصل قالت مايكروسوفت إن عمليات الإدماج المستمرة المعروفة باسم المكونات الإضافية قد تسمح يوما ما للسائقين بإجراء حجوزات في المطاعب وحجز تذكر السينما وتفيد بها من أخرى من خلف عاجلة القيادة